سيد العميد تحدث عن التفكك داخل الكيانة العدو لكن كذلك هناك إعادة تموقع وإعادة تمركز وخارطة جديدة سياسية وقتل انت مرة هذا أسرع نسق لتموقع وإعادة التشكل لخارطة جيوستراتيجية في منطقة بزخم المنطقة اللي نحكي عليها في التاريخ المعاصر ونذكر هنا أني تعرف التحليل الجيوسياسي فما ما يسمى بالدماغش دياكرونيك التحليل بزمنين دي ما تشوف الزمن اللي كان والزمن طو بشترات دينيماكية اللي صارت شو كان قبل 7 أكتوبر هاش نعطيك تلثة معناها محاول الساعة دي كانت ستطبع وكان الشعار وقتها ونذكر معنا مسيرة في القدس المحتلة خرجت مكتوب فيها الشعار معناها بالعبري كل العالم معنا فلسطين ماتت ورأينا كيف العرب خاصة من الخليج ومن بعض الدول في المغرب العربي كانوا يتسابقون على تل أبيب من أجل التطبيع مع الكيان هذا أولاً هذا المحور والمحور الثاني كانت إسرائيل تستقطب في أفضل مفامة على مستوى التكنولوجيات على مستوى العالم والمسألة الثالثة هو أنه بدأت الأحاديث في الكيانسيوني للمرور إلى المعركة الاستراتيجية لماذا لا؟ ضرب المشروع والثوسع المشروع الإيراني خاصة المشروع النووي الإيراني هاي ناخدوا مثل تتوينه العالم كله انقلب على إسرائيل أصبحت كلمة إسرائيل أصلاً حتى دخلت في بعض المعاجب يعني سرقت أرض الغير يعني افتي كيك من الغير موجودة معنا هذه أول حاجة الثاني حاجة إنتال أكبر شركة متاعها رخاق معنا في العالم تنسحب من إسرائيل وتجبت خمسة وثمالي خمسة وثلاثين مليار دولار مشاريع متاع تطوير لخمس سنوات هاو الضرب الصحيح والمسألة الثالثة أشتاغ هاو الضرب بينجو اليوم مع الدكتور رفعت أو الأشتاغ للدكتور والمسألة الثالثة التمنيه بشكل مباشر هي مثل التطبيع انتهى التطبيع اليوم بل حتى فما هناك اليوم دول بدأت تفكر خاصة معنا نعطي الاسم تعد دولة المغرب بدأت تفكر جدياً في إيقاف هذا مشروع التطبيع لماذا؟ ليس فقط المغرب تفكر جدياً في إيقاف مشروع التطبيع مع الكيان حتى فهم مشاريع متاع ديدرون مش خنوة بعضهم معناها تمت معناها سحب المشروع عليش؟ لأنه إسرائيل شكان دورها دورها شنوة؟ في المنطقة متاعنا هي كيان وظيفة من أجل حماية بعض العروش ومسارح الأمريكان واضح اليوم إسرائيل أصبح تعالعاً لأمريكان تصور أنت الناس ما عاش تحشم في إسرائيل وهما اللي كان عندهم شعار صانيش يقولوا ما حكى ظهرك سوى ظفرك ما تعامل على حتى حد للأمريكان والأوروبيين عندما تحارب اليوم والليوم أنا يحكيه هل القناة بالمتاع ألفين رطل ستغير مسار المعركات؟ يودي يعطيكم أربع ألف رطل ما تجموش تبدلوها المعركة واضح وبالتالي بربي جوش نكمل بكلمة تبعش بعد يصير داخل الكيان راهو تجنيد الحريديم سيفجر هذا المجتمع سيفجر هذا المجتمع هذا التجنيد سيخلق داخل إسرائيل أشخاص اللي يريدون القتال حرب أهلية بعد تجنيد الحريديم أكثر من حرب أهلية واضح شكراً دكتور رافع طيب بول بابا سيلم في كل هذا اليوم انتهى منطق أمريكا القطب الأوحد والمتحكم الأول وأم الديمقراطية وأب حرية التعبير سردية هذية الكلفات شكراً لك سماع على السؤال انتهى زمن الغرب المنافق الآن الغرب المنافق وسياساته هنا تقريباً انتهت مع معركة طوفان الأقصى الذي بيّنت زيفة كل الشعارات التي كان يرفعها حول الكثير من القيم الإنسانية كالحرية والديمقراطية وغيرها وحقوق الإنسان وكذلك المسألة الثانية كذلك أن العالم بعد 7 أكتوبر ليس العالم كما قبله هناك الآن نشهد بداية نهاية العالم القديم وولادة العالم الجديد العالم الجديد الآن بدأ يتشكل وأمريكا لن تكون كما كانت في السابق شرط العالم كله عشناه احنا في جيلنا ربما قبل 30 و40 سنة أمريكا لم تقع شرطي العالم اليوم نفس الشيء إسرائيل صارت دولة كريهة في العالم صارت دولة كريهة على كل المستويات الشعبية والرسمية وصارت عبئا عبئا أخلاقيا عبئا عسكرا عبئا ماليا أيضا حتى بالمنطق المالي منها والاقتصادي الحاجة الأخرى زادك كيف كيف فما زوز حاجات سماح مهمين برشا اللي إسرائيل لأول مرة تتخوض حرب وجودية حرب طويلة منها لأول مرة وهي أطول معركة في تاريخها القصير جدا في تاريخها المعركة اللي أقبلها 33 و30 يوم بالضبط وقالها لو تخسر إسرائيل حرب واحدة ستنتهي وهي الآن على مواب الهزيمة شوف أنا نحكيه شوية معناها إسرائيل قال الرئيس المدير العام تعيش شركة الكهرباء في إسرائيل جولدشتاين قال اليوم قال لو ندخل معركة مع حزب الله إسرائيل ستعيش ظلام دامس صحيح ظلام دامس لفترة طويلة وهذا قد ينهيها تماما لأن حزب الله لديه بنك أداف لا تنسي حزب الله سينتقم من تفجير ميناء بيروت ولذلك يصور ويصر على ميناء حيفا حيفا هي رئة الاقتصاد الصهيوني المسألة الثانية كذلك في دقيقة في أقل من دقيقة نعرفك في الدوق التوقيت صالمة جدا احسبوا توابش تفقى 17 دقيقة على أقل من دقيقة بالحق البارح اليمنيون لأول مرة يستخدمونها يا سيادة العميد والسي رافع والشيخ يستخدمونها صواريخ فرد صوتية الصاروخ حاتم واحد محلية الصونة نعم هم قالوا محلي لكن نعرف الصواريخ الفرد صوتية وتدخل روسيا على الخط روسيا راي من صراحها توريط أمريكا في المنطقة رأوا ضربة حملت الطائرات أيزنهاور وسحبها من هناك وتعويضها بروزفيلت أنا والله البارح يا سماع كنت في قناة عربية وأحد المتحدثين باسم الحوثيين قال عندما جاءت هذه الحاملة روسفيلت والله قال أهلا وسهلا بها مرحبا بها إذا جاءت البحر الأحمر سنتردها كما تردنا أيزنهاور هذه الصاروخ فرط صوتي صاروخ متطور جدا حاتم واحد خال ضربنا به أيزنهاور وسنضرب به مجددا وسنضرب به مجددا قال روسفيلت نحكي وعليين هالاثنين في ناس ديواننا ماتينال شيخ كلمتين قبل الدعاء على وحدة المسلمين علاش لهالدرجة صعيب برشا بش نتوحد علاش لهالدرجة ولا موضوع ما نحكي وش فيه من أصله خير لهذا الدرجة ما نبعدنا على بعضنا ما عاد فما ما ينجم يجمعنا بالحق مش بالباطل شوف النبي صلى الله عليه وسلم وقت اللي خرج من مكة ومشى للمدينة المنورة وأقام الدولة أقام الدولة قبل ما يقيم الدولة والدولة مش أقامها بخطاب يعني الآن سوف نقيم لا لا بإجراءات بطبيعتها عمل حاجة مهمة ياسر وهي اليوم تنقصنا في زماننا هذا اللي هي ما عمل صلى الله عليه وسلم النهار الأول آخة بين الأنصار والمهاجرين نعم وآخة بين الأوسي والخزرج الشوكة متاع نحنا وانتوما الشوكة أنا من مكة أنا تابعني رسول الله وما كلمة أنا من المدينة بشيسكن عندي إذن أنا مدني فالنبي صلى الله عليه وسلم اقبل بناء الدولة كسر هالصنم أعتبره صنم اللي هو مازال قايم بين الدول العربية اللي هو صنم نحنا وانتوما وللأسف الشديد صلى الله عليه وسلم آخة بين سهيب الرومي من الروم بلال الحبشي من الحبشة سلمان الفارسي من فارس عبد الله القراشي من قريش جمعهم على قلب رجل واحد علاش؟ لأن العجلة ما تدور هو في العالم الكل نحن حتى نحن هنا في أمور نذيقة ما نجمو نقدمو بالبلاد إلا ما نجتمو على قلبي رجل واحد ما نحطوش العصاف العجلة لا تبدأ الحق عندك وأنا لا لا نسمعك وتسمعني تاخذ رأي أنا فرحان اختلاف حتى في المشارب اختلاف حتى في التكوين وهذا يرى ومسارش في حتى بلاسة فبالتالي اللي قاعد صاير النقطة اللي نعتبرها أخرت النصر لأن النصر جاي كما قال ربي سبحانه وتعالى وهذا وعد الله والله تعالى لا يقلف المعاد قال ربي جل وعد وعد الله الذين آمنوا منكم وعملوا الصالحات لا يستخلفنهم في الأرض كما استخلف الذين من قبلهم فبالتالي النصر جاي جاي والقدس ستعود بإذن الله تعالى وهذا موعود رب العالمين في القرآن وهذا موعود رسول الله ولكن بشرط أن تجتمع الأمة وأن ترفع شعارا واحدا ألا وهو إنما المؤمنون إخوة قال ربي سبحانه وتعالى وَلَا تَكُونُوا كَالَّذِينَ فَرَّقُوا دِينَهُمْ وَكَانُوا شِيعًا اليوم فما برشا ناس يقول لك وانتم تعرفوا أكثر مني تبعوا الأمور يقول لك النصر ما هو الجاي على اعتبار أن الفئة هذيك فئة مغضوبة له أو العقيدة هذيك مغضوبة له لا راه الأمة راه أمة وحدة بإذن الله على اختلاف مشاربها هات اليوم نحط اليد في اليد ونرجع القدس متاعنا وبعد كل واحد فليدافع على عقيدته فليدافع على مذهبه فنسأل الله تعالى أنه يرجع القدس ونعرف الوقت قاعد ياخذك الوقت قاعد ياخذ نحب على شوية شوية أخر ما أنا منيش وحدي اللي بحذينا أنا عايت لها سامح صغيرة هي لنا ديدي بنت السيد العميد توفيق ديدي عايتولي الآية نحب الزوز يكونوا موجودين على خاطر قديش الزوز أيوتا إيجا مثال شو المرة بش تكون موجودة معنا فل مباشر هما هي مشري آية الله مشري بنتي ولينا ديدي بنتي زيدا اللي هي بنت السيد العميد توفيق ديدي ومنعرش النجم العدي والغاتو نحطوا بحذيك سيد العميد اللي هو هدية من الشيخ سيف الدين الكوكي شكرا لليك شيخ سيف الدين الكوكي اللي هي خبزة كتوف با على مسؤوليتك ديوانة فاهم شكرا شكرا لك الميكرو اللي لا تقول له ما ما شو تقول العزة العزة لغزة والمجد لفلسطين ارض الجباري شكرا لكم هيدا 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 مولادنا هيدا هيدا جيد بشي ايه نعم شكرا ايه شكرا لنا بشنجي بولغاتو